لا شك أن زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر سيخلف دمارنا في أي مكان حضري في العالم لكن حين تتهالك كل الطوابق فوق بعضها البعض فهذا يزيد من أعداد الضحايا ويصاعد من عمليات الإنقاذ فما هي قصة مباني الطوابق الناعمة؟ عادة ما يتم إزالة عناصر التدعيم من الطوابق الأرضية ويتم استبدالها بأعمدة فقط لخلق مساحات كافية للمحال التجارية وهنا المشكلة الأولى في الطوابق الأرضية الأعمدة وحدها تكون في الغالب غير قادرة على امتصاص الاهتزازات ثاني مشاكل هذا التصميم تكمن في أن الطابق الأرضي يحتوي على جدران أقل من باقي الأدوار وهو ما يترك بعض الجدران في الطابق الأرضي غير متصلة بباقي جدران المبنى هذا يعني أن أرضية البناء أساسها الذي تستند عليه أضعف من الطوابق العلوية ولهذا السبب عندما تهتز الأرضية نتيجة لزلزال ينهار الطابق السفلي أولا ثم تسقط بقية الأدوار فوقه فيما يعرف بانهيار الفطيرة مما يجعل المبنى معرضا بشدة للتلف في الزلزال الحل إذن هل يقتصر على هدم جميع المباني القديمة وبناء غيرها؟ في الواقع لا، يمكن إعادة هيكلة المبنى وذلك عن طريق استبدال الأعمدة الضعيفة في الطابق الأرضي بهياك الفلاذية أو تقوية الجدران الحاملة بحديد التسليح المزيد من الفلاذ يعني هيكل أكثر مقاومة للزلازل لذا تشهد عملية رفع الأنقاض حاليا عزل الحديد والفلاذ عن باقي مواد البناء وذلك من أجل التأكد من مدى التزام المقاولين بالمعايير آخر تحديث لهذه المعايير كان في 2018 ونص على استخدام خرسانة عالية الجودة مسلحة بأسياخ من الصلب المضلع من أجل بناء أعمدة رأسية ودعمات خرسانية أفقية لامتصاص أثر الهزات لكن هذه العملية مكلفة للغاية